ستعدل المدارس يا دكتور؟ أه طبعا قلنا زي بننبدي خبا قلنا زي طيب إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي إن إحنا دايما بنربط رابط سلبية يعني أنا دايما بقول الرابط دي مهمة جدا في حياته نعم رحت مكان بفكرني بيام جميلة جدا رابط الإيجابية في العقل الباطل ممكن أسمع أغنية تفكرني بيام جميلة وممكن أسمع أغنية تعمل رابط سلبية تفكرني بيام حزينة جدا كل دا بيتحط في نقلات العصبية للمخ يعني بنعمل إيه بقى؟ بنحط رابط سلبية في الدخول للدراسة بتوصل حاجة اسمها الدجمة في نقلات العصبية كل ما تفكر اسم المدرسة يا بقى عن مدرسة ليه؟ عشان إحنا اللي بنعمل رابط السلبية دايما بربط الدخولي لمدرسة هنم بدري نازم بقى تصحى بدري مفيش فيديو جيم مفيش ألعابها هنقل المودة التلفزيون لازم تبقى مركز في مدرسة لازم تشيل حاجتك لازم الأكل حاجات الشدة اللي بتوصل في الآخر إلى حاجة اسمها الترباط القلق الترباط القلق بتوصل لك اللي انت فيه ناس ممكن توصل مش عايزة روحي المدرسة أصلا أو تروحي المدرسة مش مركزة مش مركزة عشان انت بتقلل نسبة السرطنين في المخ نعم وبتزود النقلات العصبية اللي هي العكسان اللي هي العلاقة بالكورتزون فانت عندك تشتيت انتباه مش مركز مش مركز في فصل إزا كده طويلة المادة انت أصلا متذكر المعلومة عشان انت رايح الآن أصلا من المدرسة عشان انت الأب والأم مطالبين تركز في كل حصة ولازم تعمل أحسن حاجة فهو إحنا بنبدأ ضغط من المدرسة وفكرة تعويم الكلام يلا نام بابري عشان بكرا عندك المدرسة فأفضل أعمل كل حاجة اللي أنا متعود عليها عشان أنا ما خلقتش لإبني روتين جديد قبل دخولي المدرسة بالزبط أنا بقى عايزة أسأل حضرك يا دكتور إنك يعني استشاري نفسي وتعديل سلوك وحط تحت تعديل سلوك دي ميت خط دلوقتي الولاد اللي اخدوا على الروتين المختلف بتاع الأجازة خلينا نبقى وقعين يعني الأب والأم دلوقتي فيه نسبة كبيرة منهم اللي اتنين بيشتغلوا هم كمان أصلا روتينهم تغير فالنهار دا لما تطلب منهم هم شخصين يصحوا الساعة 6 الصبح والأم تعمل اللانشباكس والأب يودي المدرسة فده كمان هينعاكس على الأطفال ازاي أغير روتين طفلي من غير ما بأنا مضغوطة بالتالي ضغطها طيب أنا ده بقول ايه ايه الشخصية عبارة عن سلوكيات بكرر فأنا مثلا شخصية عصبية فبأبدأ أعمل تمرينات للثبات المفعالي وحاجات تبقى لي علاقة بالملتسك فأبدأ أبقى هادي مع تكرار السلوكيات أنا الشخصية بتختلف صحيح ازاي إن حطيت روتين غير سلوكياتي فأنا ممكن أغير سلوكياتهم بس فترة ما قبل المدرسة بشهر ومربطهاش تماما بالمدرسة وبتديها ازاي ببدأ مكافآت ورقة مهام أو سكورشيت على هيئة اكس و او سليم و تعبان اي شكل من الأشكال المبهجة لو كان صغير داخل بي كي مثلا أو كي شمان ممكن اسمايل فيس بقى أو بايت فيس الحاجات اللي بيحبوها دي ممكن أغير شكلها وابدأ حط اسكات نعم احنا كنا بتنامس ساعة واحدة بالليل هننامس ساعة 12 بالليل ونبدأ كل يومين تلاتة هأخر ساعة وصحيح بدري ساعة شوية يا ريتا جات على واحدة بالليل يا دكتور ما حنا أبوص بقى وضع أبعد بكتير التدرج عشان أنا السبب ان أنا خليت ابني نامت أخر عشان ابني لو كان عنده رياضة وكان عنده ورش وكان عنده حاجات كتيرة جدا كان ممكن يستثمرها في الأجازة كنا هنضطر نصح الصبح فأنا هنضطره في الروتين اللي هو بيعمله نعم فأنا مضطر أخلق روتين جديد الروتين الجديد ده بيقول إن أنا أبدأ أحط له مكافأة هو مش هيفهم إيه للمكافأة فكرة نام بدري عشان تسحى بدري دي مش موجودة في القموز يعني فكرة الحافز آه طبعا لازم يكون فيه حافز يقدر اللي هو من خلاله والشخص ده أنا هعمل الفعل ده عشان يكون فيه رد فعل بقبارة عن مكافأة بالضبط بس المكافأة مش لازم تبقى مادية صح؟ خالص أنا أقول مش رشوة يعني أنا بعمل ليه تسكات كتير عشان وهدف قصير المدى مش لازم يقوم مدي يعني ممكن أتتفرج على التلفزيون نص ساعة زيادة يمسك الموبايل نص ساعة زيادة آخر الزبع ممكن تبقى مادية نروح لمكان فلاني أو نعمل كده فأنا كده الخوف يا دكتور اللي أنا هنا علشان أقلع عن عادة سلبية ورجعوا مرة تانية للشكل الصحيح اللي أنا أديله مكافأة زي ما حاجة بتقوله هو مكافأة هو بيحبها أقعد على اليوتيوب يمسك الموبايل فبزود الجرعة بتاعت استخدام الموبايل ويتحول لعادة تانية أنا هاجة أكافحها بعد كده حلوة طيب أنا دايماً بقول المعنى غلط بس أنا بعمل إيه أنا لازم أكافأه بحاجة بيحبها عشان مش هينفع أحط له إيه مكافأة من نسبة له أو حافز اللي هو إيه بجعان إنه هو يعمل ده عشان يحصل بالضبط فالممكن يزبطه حاجة بسيطة يعني أنا ممكن يتحق عليه يقوله آه دروا بساعة مثلا وفي نفس التوقيت أنا بس بنظم ساعة نومه عشان ما يوصلش متلازمة أخر النوم أو اختلال الساعة بيولوجية فبأخرها تدريجياً خلاص مش عايزة ربطها بالمدرسة قبله بشه مش بس موضوع النوم هو بيخشه المدرسة حتى خلاص أنا زبط صعب بأروجية وخلاص ما فيش حاجة سمعه متلازمة تتأخر النوم دخل هو مش قادر يركز هو بلوك فيه تشتيت انتباه رهيب فأنا لازم أعمل مرحلة إعادة توقيت الانتباه والتركيز وقوة المراحزة ومهارات الحفظ تبدأ أعملها إزاي بالسكورشيد برضو بالتوسكات اللي أعملها فمنها شغلت وقت فراغه في الأجازة قبل دخول المدرسة وفي نفس التوقيت عملت له كانوا من أنواع برينجيم رجعت تاني استرجاع المعلومات حتى لكون صغير اللي ألف به واحد اتنين وانتو الحاجات الحسابية اللي ممكن يعملها أو الحاجات اللغوية أو الحاجات الكتابية طب هو مش عايز يعملها بس هو هيعملها هيكون مجبر من نفسه يعملها عشان المكافأة اللي هو عايزها ففكرة إن أنا أنظم وقته وأبدأ أرجع الانتباه والتركيز ده نص المسافة النص التاني بقى التصور العقلي لفكرة المدرسة في حد ذاتها دي بقى حاجة مهمة جدا خاصة لليلسه مقبلين على مرحلة دراسية بدائية زي الكي جي طيب انت جي النهاردة لي عشان أنت مبسوط فأنا نفسك ده من حال جميل جدا طب أنا لازم أحب المدرسة هل بدأ لوجك يعني هل المنطقة لما أنا جربت الشغل فبالتالي أنا حبيته فبالتالي نهوت عليه بزرط بس أنت كنت عايزه هو دايما مرتبط ارتباط لصيق بأهله هو ما بيسبش بابا أوباما فالنهاردة هيروح هيقعد مع حضرتك من غير سابق معرفة والفترة طويلة ومصدر الأمام بالنسبة له الممثل في الأب والأم مش مجوب معاك صح طبعا أنا أقول لك بس بمسل صغير بعد كده أحكي لك الفكرة المهارة موهبة أنت ممكن تبقى مثلا مثلا موزيع موهوب جدا بس حد عنده مهارة وزكي وبيحب قوي اللي هو بيعمله ممكن يبقى أشطر من موهوب بس هو بينام نفسه فأنا إزاي أربط المدرسة وهو ما بيحبش المدرسة بل أنا أحط له تصور عقلي أو تجهيزي من مدرسة يبقى إيجابي يعني إحنا دايما يلا عشان عندنا كشاكيل وعندنا كراسات وعندنا ألمة وعندنا وهو الضغط غير ما أبدأ أحط له الصورة الزهنية لنفسه الأشخاص اللي هو أبا وماما والأماكن المدرسة والأشياء الحاجات الجميلة زي إيه نروح نشتري الكوتش أو الجزمة اللي هو بيحبها هروح نجيب الشنطة اللي فيها الشخصات الكرتونية اللي بتحسسه بأمانه وحطه جوه الشخصات جوه الشنطة دي اللي إقلام اللي هو بيختارها بالأشكال اللي هو عايزها نحط جواها الشخصات الكرتونية اللي بتحسسه بكوان فرزون اللي هو كان قاعد في البيت بحط شيت صغير كرة كرت صغير ستيكر مكتوب فيه أنا بحبك قوي وكل صورنا مكتوبة فيه عشان بنق المنطقة أو هيبيو كامس أو منطقة الأمان بتاعته من البيت لحاج المدرسة ده دي فاطل التجهيز لدخولي المدرسة بنعمل بقى مسابقات عشان أحببه بشكل غير مباشر في القرية فنعد نحكي القصة فبعد ما حكي القصة يحكي لي بقى تاني فهيحكي لي القصة واو ده موجود في دون تسكات أنه لازم يعملها عشان آخر اليوم يكون مكافأة أنا كالي برمي التركيز والانتباه وبحببه أنه يعد يسمع لو كان شخصية مثلا عنده ADHD أو عنده فرط حركة أو عنده مشاكل كتير جدا في تشديد الانتباه ومش مركز أو حتى لو كان عنده صحبات تعلق بعد كده قبل ما ينام أحكي لي القصة فينام يقوم الصبح يخيري القصة فأنا كده نميت الموضوع أه طبعا يبقى أنا كده نص المسافة طيب خلاص وجهزت صح لازم بقى المكان المتردد عليه اللي هو بيخاف منه اللي ممكن بكل بساطة يجي له فوبيا منه أو الترابات أه لا المدرسة إزاي نجهزه المدرسة وإيه الشخصية طب هتقول لي أنا في حد ممكن يخش ما يعيطش يخش يتأقلم ده نوع اسمه ناشيط الطبعة صحيح فيه صعب الطبعة لا أه أنا مش عايزة أروح دايما ده ممكن يكون الشخصات تكلية اللي بيعملوا كل حاجة في البيت أنا اللي بأكله وأنا بجهز له كل حاجة حاجته فهو بدأ يعتمد على حد جوة البيت ممكن يكون شخصية خجولة انطوائي انطوائي أو شخصية خجولة مش واخد مش رات يكون خالص عندهم مشكلة بس أنا ما جايستوش مع علم خارجي يعني ده لو كان بيروح رياضة فاتعامل اندمج مع ناس في سنه هيبقى فكرة تقبل عالم خارجي أسهل خليني أسألك على سنه أكبر شوية واللي هما راحوا المدرسة وقبلها بسنة كان عندهم تجربة سلبية شوية سواء انه هما عندهم صعوبات في التعلم أو هما لسه النطق عندهم أنا بتكلم على سنه أكيد جي 2 مثلا أو النطق عندهم لسه مش قوي أو أطفال تانيين تنمروا عليهم مثلا يعني إزاي أحيلهم لسنة جديدة بتجربة جديدة يعني أفاهمهم أن دي تجربة جديدة مش لازم اللي حصل يأثر علينا والحاجات دي كلها طيب خلينا نمسك حتة حتة سريعا نمسك من آخر حاجة فكرة التنمر الشخص المتنمر هو شخص ممكن يكون قد تنمر عليه قبل كده وإحنا معرفناش فبدأ النوع من أنواع النشوز الدفاعي بدأ هو اللي يتنمر دي واحد الشخص المتنمر حاسس اللي عنده مشكلة نفسية معينة فبيبدأ يقوم بالسلوك ده مع الشخص الأضعف منه فمين الشخص الأضعف منه المتنمر عليه فأنا مش غير تكون بسأني لازم أخلي ابني يقدر يتعامل مع ده فلازم أديره السيناريوهات تمثيلية وحاجات فيها رسومات وبنبدأ نعمل السيناريوهات مع بعض يعني حد يجي دلوقتي يزعالك أو يجتمك هتعمل إيه تطلع أقول له لو أنت في النادي هتروح مكاني فلاني لو أنت في المدرسة تطلع تشتكي المدرسة وتيجي تقول لي وأنا أجيب لك حقك لو حد ضربك لازم أقول له امنعه يعني لازم تدفعه وتقول لا مش هسمح لك وكرا تروح الشيكي أواجهه فكرة التوجيه بعد كده بابدأ أعمله بقى السيناريوهات اللي هو رسومات حاجات دي كلها زي الترباب القصة الحاجات دي كل النقط دي من حاجات اللي بتخش على الباطل وعلى الحاضر بيبدأ يسترجحها كيف هي يتعامل في نفس التوقيت لازم أعمله كراكتر بيلدنج لازم أبني بناء الشخصية طبعا يعني لازم يحس ليه كيان عشان الحاجات دي بتعمل مشاكل وممكن بعد كده تعمل الترباط في الشخصية ممكن تعمل صدمات أصدمة من الإنابة أصدمة الحد أصدمة معقدة عشان هو معدوش شخص طب هيجي واحد واثنين وثلاثة وخمسة يترمروا عليه فالأساس في موضوع ده إنه ما عنده ثقة بنفسه عشان يقف يتعامل وفي نفس التوقيت بديل السيناريات إزاي ممكن تتعامل فكرة بقى صعبات التعلم أنا بس عايز أقول الأولاد لحد خمس سنين يعني ابني ما تكلمش سنتين أو سنتين ونص قال مثلا جملة من كلمة هو متأخر تلات سنين قال جملة كلمة واحدة أو كلمتين هي فروق فردية الفكرة حضرتك لحد خمس سنين منتشوف في حاجة اسمها اللسان المربوط بيعنده مشكلة في النطق الجيوب الأنفاية بتأثر اللحمية بتأثر في النطق في حاجة اسمها تداخل اللغات تداخل اللغات إحنا بلنكلم إنجليزي أو إحنا بلنكلم في البيت عربي وراحل مدرسة بكلم إنجليزي فالمخ مش قادر يستوعي يتكلم لغتين طيب لو مش أي حاجة من الحاجات دي يبدأ أكد إن ابنك أو بنتك ما خدتش الحصيل اللغوية إنه يقدر يتكلم بيها كامل الكافي من الكلمات اللي يقدر اللي هو من خلالها يعبر عن نفسه أو ذات بالضبط أو أنا حط قده موبايل وحاجات دي كلها فترات طويلة فهو جاله أي تشتيد انتباه لأي مدى خارك التلفزيون فمش قادر يتكلم طيب دكتور إحنا وإحنا بنتكلم على فكرة التأهيل للعامل للدراس الجديد في دايماً إحنا عارفين الأطفال وتحديداً الأطفال الصغيرين في السن بيبعندهم نوع من أنواع فرط الحركة فإزاي برضو نقدر اللي إحنا نتعامل معاهم وأعرف منين إن نبني فرط الحركة اللي عنده ده هو حالة مؤقتة زيه زي أي طفل صغير أو هو عنده حاجة وراثية وهو فعلاً مرض فرط الحركة حلو تعال نبدأ من إيه الفرق بين الاتنين أعرف إزاي فرط الحركة لازم لمدة ستة شهور من ثلاثة ستة شهور تقارن هو في البيت في المدرسة في النادي بيعمل نفس السلوكيات ليه بقول كده عشان في بعض الأوقات في أطفال مش طييني المدرسة محبوش في المدرسة فبيبدأ يعمل حاجة سمعه التراب المصطنع التراب المصطنع أنا مش قادر يركز أنا وعد يجري بلوكم أجنون بالضبط ده حقيقة فجاب نتيجة يعيني مش قادر يركز فيعيني دي هو عارف يبتزنا بعد كده يبدأ يجربه في البيت ببدأ أشوف الحاجات اللي بيحبها مع مثلاً من قاعد بيحب النادي فهو زال فل في النادي بيحب حاجة معانا عشان لازم لازم قاعد من ثلاثة شهور أي حد تروح هل يقول لك الفكرة هو تكرار السلوك بشكل عتيادي في أماكن مختلفة ده كده فرط حركة طبعاً عشان هو مش قادر يخفي في كل الأماكن حتى اللي بيحبها عشان أوقات بيعملوك أنه من ألواع التراب المصطنع طيب لو أنا عملت كده وهو في بعض الأماكن آه أو لا طيب إيه يبقى هو ده تراب مصطنع أو إسقاط نفس طيب أعرف منين هو EDHD أو هو Hyperactive لازم يكون مصاحب لي حاجة يعني لو هو Hyperboss هتلاقيه مركز لأ EDHD لازم يصاحب لي تشتين الانتباه ونقص تركيز فبعد عشرين دقيقة دفع أي مكان حتى هو يتفرج على حاجة يعني قاعد فنسا في التلفزيون بيتفرج على حاجة الفترة طويلة بعد عشرين دقيقة تلاقي رسو قلبت رسو تحت ورجلي فوق بيبدأ يامل حركات لا إيرادية في الفاصل يقوم يامل أي حاجة فهو المخ بيحصله الخلل في الإشرارات العصبية بعد عشرين دقيقة لازم يامل تفاو ووقف 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 تاني لازم مخ مش قادر يعالج المعلومات بعد عشرين دقيقة لازم في الفترة دي بنقالي للكافين المواضي الحافظة اللي عنوض الصناعية في أمريكا لما بدأوا دراستة على تلاتين حالة قال لنا المواضي الحافظة والمواضي الصناعية الكافين والسكر السكر وفي حاجة تصمم الرصاص في المناطق اللي فيها نسبة دخانة عالية ده بتأثر بشكل كبير كده الفرط الحركة ده أول نوع اللي هو التشتيد انتباه يعني ابني بعد عشرين دقيقة في كل الأماكن اللي باتكلم فيها يشتت ده إيه إيه دي إتش دي طيب بلس النوع التاني حركات لا إرادية يعني حركات لا إرادية يعني كل الحالة أو الأعراض اللي قلناها دي بلس مثلا هو داخل ممكن يوقع حاجة يقعد يعمل حركات لا إرادية بكل عشرين دي أو خمس عشرين دي غصبا عنه ففي الحالات اللي زي دي احنا محتاجين المصورات العصبية اللي حصل لها خلل في المخ لازم نعليجها يعني نعليجها نبدأ نعملها تدريبات زهنية عشان يبدأ المخ ياخد اللي هو يركز فترات طويلة حاجة واحدة بكلها حاجتين بكلها تلاتة بكلها بلبدأ نزود بلحية دي مهمة جدا بعد كده التقرح حركية اللي عنده لازم نوديه أي رياضة ويفضل السباحة عشان يطلع على الباور الجواه ما انت ممكن تعالج مساءات العصبية أي وطاقة حركات اللي عزيزي هيبدأ يقل تدريجيا عشر سنين 11 سنة الحد 12 سنة بيبدأ يقل بس يبقى تسبب في مشاكل سلوكية بسبب الفوكس دايما انت مهايبر ليه فاحنا لازم نعالج ده ونعالج الأعراض الانسحابية اللي ممكن تحصل بسبب الفوكس على حالته يعني في الحقيقة اعتقد معلومات كتيرة كلها قائمة ولكن المشكلة أو التأهيل بينصب أولا وأخيرا من جوه البيت اه طبعا البيت هو اللي يقدر يغير كل حاجة وهو اللي يقدر يليه كل حاجة والعامل الأكبر تحديدا اللي من دونه احنا بقى مقابلين على عامل رأس جديد بيكون على الأب والأم هم اللي يقدروا يوجهوا الابن للشكل الصحيح وهو التربية الإيجابية بقى كمصطلح جديد يمكن دارج اللي من دول فكرة هل يقدر يشوف ابنه عاوزه ازاي وفكرة ازاي الأحلام ما بيجيش بالتمنيات فقط ده حقيقة لأ أنا هشتجل عشان أوصل ابني لده زي ما حاجة ذكرت يعني يا دكتور نور إن فكرة الأب والأم هم المتحكمين أولا وأخيرا بنشكرك دكتور نور أسامة استشاري نفسي وتعديل سلوك شكرا أن وجدك معنا في صباح الخير بشكرك ربنا نورت نورت